أنا أريد أنهوه على قضية حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه وحتى البكالوريوس هذه الشريحة التي نحن كعراقيون نقدم لها كل الشكر وكل التقدير هؤلاء هم البذرة الأساسية والحقيقية لثورة تشرين وأنا في لقائي مع رئيس الوزراء المستقيل اشتكيت بطلبيتهم وقلت لعيب أنه يهانون أمام مزار التعليم العالي ويفتحون مي حار على وحده من حملة الشهادات وما على السف أقولها بالتلفزيون تتعرى أمام العالم كانت هي هاي البذرة الحقيقية اليوم شفتوا في وقت المحنة أنه حملت الشهادات اشلون واجهوا كورونا أطبائنا وطبيباتنا وابنياتنا ولياداتنا كلهم الآن اشلون واجهوا هذا أكو بلد الآن أكو بلد الآن بالعالم أبو الدكتوراه وبالماجستير قاعد وبالبكالوريوس قاعد أم باعت خبز وذيش باعت مخضر والله أنا سامع من قسم من الطالبة الآن أكو طالبة تقول شنا نقعد ثلاث ساعات بالامتحان بالممرات والشمس تضرب علينا واخذت البكالوريوس وما لقت لها شغلة قالت أكيد من أخذ الماجستير راح أتعين واخذت الماجستير أو ظلت قاعدة هس تقول هام بروح أخذ الدكتوراه وأكو أخوتي أخذت الدكتوراه يا أخوان اش قد هم ما حملت الشهادات إذا ما نحترم حملت الشهادات قال ما نحترم إحنا من اللي يبني البلد خلص إذا حملت الشهادات الماجستير والدكتوراه خمس ستشقق قبل ثورة تشرين متظاهرين وما استوعبتوهم ولما صارت التعينات هم طبقوا الولد هذا قرأي بفلان وذيش قرأي بفلان وهذا يعرفها فلان زين ظل اللي ما عدا يعرف اللي متكل على الله شي سوي ولولي يتكل على الله ما يخيم لكنه إذا حملت الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس أنتما تستوعبوهم سدوها للدراسات لأنه إلى الآن موجود يبدو العلم في ظل هذه الأزمنة وفي ظل هاي الحكومات وفي ظل هاي القوى السياسية أي سبب حساسية للمسؤول سبب حساسية للمسؤول الآن تلقي لك واحد من الحمايات أو واحد ما أخذ لشهادة متوسطة أو ابتدائية أو إعدادية قرأي بمسعد من المسعدين أو قرأي بمسعدة ياخذ خطورة خمسمية بالمئة أوهم يطلع للمليونين ثلاثة وبالعافية علي بالمحصلة هذا عراقي لكن قضية أن تبقى حملة الشهادات حتى هذه اللحظة ندور بيهم هسا أنا حكيت مع الدكتور فلاح القيسي قال لي ذول اللي يستعبنهم بعقود بعد سبوع سبوعين ممكن تجرباتهم زينوا ذول القاعدين أنا تلفوناتي ما تسكت معاهم